الرئيس عبد الفتح السيسي يتابع موقف المواد الغذائية على مستوى الدولة الصحة تعلن ارتفاع حالات الشفاء من المصاب بفيروس كورونا إلى 150 حالة وتزجيل 47 حالة إيجابية جديدة وحالة وفاة واحدة غدا بدء صرف معاشات شهر أبريل الواحدة ظهرا في القاهرة موجز الأخبار من تلفزيون النهار أهلا بكم اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي أمس مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والجهات المعنية لمتابعة الموقف الخاص بالسلع التامونية والمواد الغذائية الأولية في الأسواق المحلية المزيد في سياق هذا التقرير اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسادة وزراء التموين والتجارة الداخلية والمالية والتنمية المحلية والداخلية والزراعة والتصلاح الأراضي والسيد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الخاص بالسلع التموينية والمواد الغذائية الأولية في الأسواق المحلية في إطار سيناريوهات التعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد وقد وجه السيد الرئيس بقيام الأجهزة المعنية ببذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها تلبية لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة مع إتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية وذلك من خلال جهود ضبط الأسواق وتجديد الرقابة على منافذ البيع ومكافحة الممارسات الاحتكارية فضلا عن تعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير التموين والتجارة الداخلية استعرض الاحتياطيات الاستراتيجية للوزارة من السلع الأساسية مشيرا إلى توفرها بصورة كافية كما عرض في هذا الصدد جهود الوزارة لإتاحة السلع الأساسية والضرورية بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية وزيادة عدد منافذ التوزيع وسلاسل البيع لزيادة المعروض من السلع كما استعرض السيد وزير الداخلية جهود الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية في ضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار والتخزين بغرض التربح فضلا عن جهود تطبيق حضر حركة المواطنين على الطرق العامة مع مراعاة الحالات الاستثنائية التي يتم تسييرها لتخفيف التأثير على الوضع الاقتصادي وقد أشار السيد وزير الزراعة وسط صلاح الأراضي إلى أن عملية إنتاج وتصدير السلع الزراعية لم تتأثر بشكل ملحوظ نتيجة الظروف الراهنة وذلك بالنظر إلى الطبيعة المرنة للقطاع الزراعي بالدولة كما أشار السيد وزير التنمية المحلية إلى جهود الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات التنموية والخدمية بالدولة بينما عرض السيد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة مساهمات الجهاز في مختلف المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي بالدولة مثل الصوب الزراعية ومزارع الأسماك وتربية المواشي الحية فضلا عن توفير المنتجات الغذائية وإتاحتها على مدار العام بأسعار مناسبة أعلنت وزارة الصحة أمس عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 196 حالة وكشفت الصحة عن خروج 18 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزلة ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة وأوضحت الصحة أنه تم تسجيل 47 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معمليا للفيروس وبهذا يصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأمس وهو 656 حالة ولفتت الصحة إلى وفاته حالة وحيدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 41 حالة صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباجة بأن غدا الأربعاء هو أول يوم في صرف المعاشات المستحق عن شهر أبريل وذلك من خلال منافذ الصرف ومكاتب البريد وماكنة الصرف الآلية وأكدت الوزيرة أنه منعا للتكدس والازدحام أمام منافذ الصرف سيتم تنفيذ آلية لتقسم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طيلة أيام الأسبوع الأول من شهر أبريل على أن يتم تحويل المعاشات المحولة على حسابات في البنوك من غد الأول من أبريل كان هذا مغازي الواحدة ظهرا من تلفزيون النهار دمتم بخير إلى اللقاء